وانا شايف ان ميكي سوني من النوعية دي ميكي سوني في يوم الايام مع الاهل ان شاء الله ينسجب مع الفرقة هتشوفوا العيب خطير خطير ده ما ينفيش ان كل الصفقات حتى اللاعبين المصريين سواء كنا بنتكلم على حسام حسن وانا ما يمكن كان معاه شريف سلم من برح وشريف متحمس جدا جدا من اكتر الناس اللي شفتها متحمسة ومحلل فني رائع الحقيقة مش بنتكلم على هواية او متابعة نتكلم على حد دارس ومعاه رخص التحليل الفني شايف انه حسام حسن هو الهداف المنشود بالنسبة النادي الاهلي ومعه شريف هيعمله حالة في خط هجوم النادي الاهلي احمد عبدالقادر انا شخصيا بقى شايف احمد راهان عليك بي لسه نادي لو اشتغى على نفسه قدراته امكانياته مهاراته تقول انه مستقبل واعد مستقبل مش بس المسلم مستقبل كبير جدا النادي الاهلي نيجي بقى لمحمد محمود وعمار انا شايف انه الاتنين دول حقيقة امكانياتهم وعدة جدا 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 وعندهم حاجات فيه نوع من المهارات كده بيبقى عملة ندر محمد محمود وعمار حمدي بصنفهم من الانواع دي اللعيبة اللي عندهم ملكات خاصة جدا وشايف ان الفرصة جاية لهم مش عايز انه عدم مشاركتهم او تأخير المشاركة بتاعتهم مع النادي الاهلي انه المشوار طويل جدا وصعب وصولن روليتر زي ما بيقولوا يعني اعجلا ام اجلا الفرصة جاية لكم فارجوكم ارجوكم انتو الاتنين بالذات ابزلوا اقصى مفوسعوكم وحجزوكم لمكان في الاسكواد الاساسي الاهلي جاي قريب جدا باذن الله الجماهير متعطشة تشوف محمد محمود وانا كمان بالنسبة لي محمد محمود الحقيقة اسم من الاسماء اللي بتقدم كرة جميلة وكرة ممتعة ودي عملة بقت ندرة في ملعبنا في مصر فاتمنى ان شاء الله باذن الله انك تشتغل محمد محمود يشتغل على نفسه وواصق تماما انه هيكون ليه دور كبير جدا 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 مع فرقة النادي الاهلي المسلم ده